ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك دوما معنا عبر شاشة الغد بداية تضل المعلومات المتضاربة بين إسرائيل وحزب الله التي نسمعها صباح اليوم أود أن أبدأ بقراءتكم لهذا الرد المفترض على اغتيال شكر أولا سباح صباح خير ثانيا أتى الرد حسب الله الذي كان منتظرا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أتى هذا الرد وحسب ما علمنا وعلمت من هذا الأخبار أنه أطلق رشقات كبيرة من الصواريخ تبعتها سيارات ومسيارات صواريخ كان هدفها تكنات عسكرية والهدف الثاني من هذه الصواريخ هو إلهاء القبة الحديدية ووسائل الدفاع الجوي عن رصد والتصدي للمسيارات كما قال أطلقنا 120 صاروخ أولا أنه تبعتها مسيارات وقال أنه تهدف هدفا وأهدافا لم تتطح هذا الآن إسرائيل لم تعترف بينما حسب ما علمنا أنه الأهداف هي مراكز أساسية للمساد في شمال تل أبيب هذا هو الواقع وكما سمعتم من مرسلكم أنا لن أزيد عليها فأعتبر أن إسرائيل حتى الآن استوعبت هذا الرد ولن يكون هناك أنا أخارف الرد ثاني من حزب الله على الأقل على المدى القريب بانتظار الرد على الرد ثانيا إسرائيل تنتظر ردا إيرانيا إسرائيل تنتظر أيضا حضرة العميد يعني تقول نعم سيدتي هناك رد إيراني ربما سيأتي اليوم تفتت تفتت حتى يرد على الرد وكما ذكرنا دائما وذكرتم يسعى أن تكون هذا الرد على الرد كما حصل اليوم لا يؤدي إلى فتح الجبهة الواسعة لأسباب عديدة ذكرنا عنه ثانيا الرد الإيراني ربما سيأتي اليوم غدا هناك الرد الحوثيين أيضا الذين لم يردوا بعد على تدمير ميناء الحديدة الوضع بحالة ترقب تام في إسرائيل إسرائيل تعتم على المعلومات عن الأهداف التي أصابها حزب الله لأسباب عديدة يمكن كما علمنا بالخريطة إذا نظرنا الخريطة لفلسطين المحتلة نجد أن استهدف حزب الله أماكن عديدة بالصواريخ المألوفة كما استهدف دائما أما هذه المرة فاستهدف حدفا غير مألوف خارج عن المألوف وقال أنه أنجز المهمة كما هي نفهم منها كما ذكرت لن يكون هناك صلي ردا أخر قبل انتظار الرد الإسرائيلي هذا هو الوضع الميداني حاليا وأستوضح منك عندما يقول حزب الله أنها الجولة الأولى من الرد هل ذلك يعني أنه تمهيد للرد الإيراني الذي سيشارك به حزب الله في الجولة الثانية أن أردنا تحليل ما وراء هذا الكلام أو ما يمكن أن نرتقبه في المرحلة المقبلة كاترين سيدتي هو قال ليس الجولة الأولى المرحلة الأولى ثم أصدر بيانة يعني عن المرحلة الثانية هذا اللي أفهمه لن يشارك حزب الله بالرد الإيران لا يشارك حزب الله إذا كان هناك ردة إيرانية سيكون الردة الإيراني مستقلة تماما سيعود حزب الله على قواعد الاشتباك الحالية وربما لن يتوقف عن قصف الأهداف التي اعتاد قصفها خاصة في هذا الأسبوع الأخير وخاصة القواعد العسكرية وقواعد طيران في الجولين وحتى وصل إلى التبرية والجليل الغربي والشرقي وسهل الحولة هذا يعني يقصف دائما كرد على العدوان الإسرائيلي وعلمنا هنا يريد أن أشير يعني قال حزب الله أن الهجوم الاستباقي الذي قامت فيه إسرائيل غير صحيح وأنا علمت أنه غير صحيح قصفت خريم التفاح ودعت أن هذه قاعدة صواريخ استبقت يعني أعلنت من هذا الموضوع إنجازا كبيرا أنه خفف هذا الهجوم الاستباقي أمس خفف كثيرا من صواريخ هذا غير صحيح عسكريا لا نعلمنا أنه انطلق مئات عشرات صواريخ وانطلق مئات صواريخ 320 صاروخ وانطلق طائرات مسيرة عديدة عشرات منها وكما علمنا حتى نعلم اليوم في خطاب السيدنا السلام ما هي الأهداف فعلا التي أصابها نستطيع أن نأخذ فكرة واضحة عن السلوك في المرحلة المقبلة وأعتقد شخصيا أنه سيكون ردينا ومستعيد للرد على الرد أما موضوع إيران هذا أنا برأيي موضوع مستقل تماما لن يكون هناك مزدوجة مع حزب الله كذلك المرتقب رد الجانب الحوثي طيب عندما تتسرب معلومات عن خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل حزب الأليكود على طبيعة وحجم الضربة الإسرائيلية الاستباقية هل ذلك تأكيد إضافي على ما سبق وذكرته حول هذا أو ما تقول إسرائيل أنه الرد الاستباقي نعم نعم هناك خلافات لأنه كمان الميدان يشهد يعني وشيء أنا لم أرى أن هناك هجون استباقية غير مألوف أدى إلى شل قدرات حزب الله الصاروخية خاصة بالأمس وأول أمس ورعينا اليوم ما حصلت أنا أرى اليوم في مرجرة أن إسرائيل ابتلعت هذه الضربة وخفت لهجة التهديد بفتح الجبهة الواسعة لأول مرة نسمع هذا الكلام حتى من نتنياهو شخصياً الذي كان يهدد دائماً فتح الجبهة الواسعة وضرب بيروت الشيء الوحيد الذي سمعناه اليوم صباحاً أنه أبلغ الجهات الدولية أن قصف تل أبيب يقابله قصف بيروت هذا هو إنما هل قصفت تل أبيب أم ضواحي تل أبيب لأنه سمعنا شمالي تل أبيب يجب أن نتأكد وعنا متأكد أنه لن يكون توسعاً ولن يكون هناك ضرباً بيروت إذن فقط أتوقف عند العجل الذين متبعوا عن مصدر لهيئة البث الإسرائيلية ويقول أن رسالة إسرائيل من جهتها أنه الهجوم انتهى والقادم يتعلق برد حزب الله كيف تقرأ مثل هذه التصريحات؟ خاصة أنه منذ حوالي أساس تمعنا لنتنياهو يقول أنه سنرد على من يرد علينا بما معناه؟ هذا جيد جداً يا سيدتي كاترين هذا الكلام يؤكد ما قلته أن إسرائيل ابتلعت هذا الهجوم اليوم لن يكون هناك برأيي رداً قاسياً كما يخاف الناس لأنه كل الخوف أن يكون رداً قاسياً جداً ويأتي الرد على الرد من قبل حزب الله قاسياً وأقصى وهذا يفتح الجبهة الواسعة من حيث لا يريد أحد أن يفتحها فهذا اللي سمعته اليوم جيد جداً إسرائيل رغم أنها لم توضح الإصابات التي حصلت أو مدى الهدف الذي استهدف وسنسمع اليوم الخبر اليقين رغم ذلك رأيي برأيي لا تزال في حالة استنفار تم لأنها لا تريد أن تفاجأ بالرد الإيراني المرتقد ولا تكون في حالة استعداد هذه الأشياء كلها في اليومين في الأسبوع المقبل في هذا الأسبوع ما يحدد هذا الرد من العوامل هي التهدئة في غزة في هذا الإطار نركض لهذا التصعيد اليوم حضرت العام يأتي شام الوفد الإسرائيلي المفاوض يعتزم استئناف المفاوضات ويعلن ذلك وسط هذا التصعيد برأيكم هل ستختلف صورة التفاوض؟ هل سنشهد أي اختلاف اليوم؟ لا أتصور يعني الموضوع الخلافي كبير بموضوع الهدنة في غزة يعني كما نعلم لا يزال الخلاف مع مصر يعني كانت إسرائيل لديها مشكلة مع الفلسطينيين هناك فجوة كبيرة بينما يعرضه الإسرائيليون وما يقبل به تقبل به حمازه خاصة السنوار يعني هذه الفجوة يلزمها تقريب بعكس ما يشيع الأمريكيون أن أجواء تفاوض ثانيا المشكلة مع الجانب المصري لا أعتقد أنها حلت بعد الذهاب إلى الدوحة والذهاب إلى المفاوضات من قبل الوفد الإسرائيلي تحصيل حصل حتى لا يقال أنها وصلت إلى طريق مزدود ولا مجالة لبحث المفاوضات برأيي كلما عرقلت هذه المفاوضات كلما بضغط من أمريكي استمرت المباحثات عسى ولعله إلا أنني لا أجد فيما جرى اليوم دافعا لبحث المفاوضات أو دافعا لإنجاحها هذه برأيي مستقلة تماما مع أنه إذا نجحت المفاوضات ورفعنا سقف التوقعات يعني وكنا متفائلين ما في شك أن إذا نجحت المفاوضات سيكون لها تأثير إيجابي جدا على الجبهة في شمال الفلسطين المحتلة طيب نتابع أيضا بالعواج اللي دعوت أحرونوت نقلت عن مصادر أن حزب الله كان ينوي استهداف مقار المصاد ووحدة الاستخبارات في وسط البلاد برأيكم هل هذا كان المخطط حزب الله؟ هل إسرائيل كانت على دراية؟ هل يمكن أن تكون قد تحضرت لهذه الساعة؟ كيف تقرأ كل هذا وكل التصريحات الإسرائيلية في هذا الإطار؟ هذا شيء طبيعي يعني أنه كان يخطط ليستهدف هكذا تقول يا دعوت أحرونوت فإذا كان لدى الجانب الإسرائي للإستعداد لحماية هذه المقرات بينما يقول حزب الله أنه استهدف مقر المصاد في شمالية الأبيب هل إلى أن تضضح سورة والخبر اليقين هل استهدف ونجحت عملية الاستهداف في الطائرات المسيرة وتم ضربه أو تدميره جزئيا أو كليا أو لا فإذن نبقى في نفس هذا التحليل الصحيح كان يخطط الاستهداف واستهدفه الأصابه هل دمره؟ هذا هو الموضوع حتى لو لم يدمره هذا يعتبر إنجاز أساسي لحزب الله أنه يصل إلى عمق البلاد إلى وسط البلاد إلى شمالية الأبيب ويستهدف مقرات عسكرية أساسية يقول حزب الله حتى هذه الساعة أنه استهدف 11 مركزا أو هدفا عسكريا لم نعلم أين هي ربما هذين المركزين المرساد وغيرها ربما من هذه الأهداف الأحداش التي أعلنها لماذا قد تحتوي إسرائيل هذا التصعيد ولا ترد على هذا الرد كما أعلنت في وقتها التي كانت تحاول بشطة طرق استفزاز حزب الله للدخول في هذه الحرب تماما تماما لماذا تحتوي؟ لأنها تعتبر إذا كانت تترد ردا قاسيا أول شيء منتظار هي الرد الإيراني لا تستطيع أن ترد قبل أن تتأكد هل هناك ردا إيرانيا قريبا هل هناك ردا حوثيا؟ لا تزال في موقع الترقب قبل الرد على أي شيء وربما سترد على ثلاثة معا إذا حصل دفعة واحدة ثانيا كما ذكرت لك هناك شعور عام أنها ابتدأت إسرائيل تبتلع الضربات ولا تسعى إلى الحرب الواسعة بضغط كبير ضغط دولي كبير منها أمريكا حتما وضغط من الداخل من قادة الجيش الذين حدروا نتنياهو أن الدخول في معركة مع جنوب لبنان واسعة ستكون وبالا على الإسرائيل ومن يقرأ ما ذكر أيهود براك ما كتب أمس فيها أريتس يعلم الحكاية يعني تحذير مهم وهو كان رئيس سابق للحكومة يقول أن الدخول في معركة مع جنوب لبنان ستكون كارثية لذلك خفى هذا النية أقول ربما لم تزال النية لدى نتنياهو في نهاية الأمر أن يدخل في حرب واسعة أن ينقذ نفسه وحكومته إنما في الوقت الحاضر كما أرى لا أرى أبدا مؤشرا للدخول في حرب واسعة واستطراضا يعني لكي لا ندخل في عرب واسعة أنا أعتقد أن إسرائيل تتعنى من الآن وسق ساعدا في الرد أشكرك من بيروت العميتي شام جابر الخبير العسكري والستراتيجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر